ما إن بدأ ثوار فبراير بالتحضير للاحتفاء بالذكرى السابعة لثورتهم حتى بدأ خصومها يعدون العدة لاستهداف الثورة والثوار معه توقيت هذا الاستهداف بات من الواضح أن له علاقة بانضمام الكثير من القوى التابعة للمخلوع إلى صف الشرعية وأصبح صوتا واضحا يقفز على جرائم قاتلهم الأول وهم الفارون من ميليشيا الحوثي ليصبوا نقمتهم على ثورة الشباب السلمية يعيد شباب الثورة تذكير هادي أنه جاء محمولا على بصات الثورة إلى سلطة الدولة الثورة التي لم يبحث شبابها عن مكاسب سياسية أو وظيفية وهي المحطة التي لا يمكن تجاوزها يقول متابعون إن ما يحدث هو مجرد استرضاء للمزاج الخليجي الذي يتماهى مع الثورة المضادة وضغوط تمارسها السلطات في السعودية والإمارات تجاه أصوات فبراير وهو ما دفع بقيادة حزب الإصلاح لإعلان تجميد عضوية ناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان لانتقادها السياسة السعودية والإماراتية تجاه بلدها سبع سنوات تعرضت فيها اليمن لمحنة كبيرة إثر انقلاب عسكري نفذه تحالف المخلوع وميليشيا الحوثي هذا التحالف الذي قاد محاولة الثورة المضادة للإنقضاض على ثورة الشباب السلمية والتنكيل برموزها لكنه فبراير الذي كسر صنمية الحاكم الفرد وأنهى إلى غير رجعة نظام الحكم العائلي ما تزال قيمه تؤكد على حرية التعبير والعمل وأن الناس سواسية أمام القانون والثروة والوظيفة العامة شكرا